بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد جزء الحراني في فلسطين أهلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة الأولى من السلسلة الأفكار المتعلقة بكتاب طريقة الكايزين للكاتب الدكتور روبرت ميرور فاخليكم معنا شكرا فيكم مجددا في هذه الحلقة اللي هنتعرف فيها على معنى كلمة كايزين ونتعرف عن على الدكتور روبرت ميرور بالإضافة إلى الكتاب هنتعرف على الفصول الخاصة به الدكتور ريبرت ميرور هو استشاري لكثير من المنظمات الدولية والتجارية والمنظمات الصحية له العديد من المؤلفات في مجال الكايزين وهو خبير أيضا في هذا المجال كلمة كايزين تعني كلمتان باللغة اليابانية اللي هو التغيير للأفضل أو التحسين المستمر بشكل آخر تعرف على كتاب اللي هو الدكتور ريبرت ميرور طريقة الكايزين هو بتكون من ثمانية فصول الفصول إحنا هنتناولى إن شاء الله بشكل مفصل ولكن لن نتوسع هنقططف بعض الأفكار ونعكسها في حلقاتنا ونستفيد منها بالواجب العملي في كل حلقة إن شاء الله ونحث في المشاهدين على تطبيقه نبدأ بالفصل الأول وهو سر نجاح الكايزين هنتكلم عنه هنتكلم شو دور الخطوة الصغيرة متمثلة في خطوة كايزين صغيرة جدا ثم نتطرق إلى قيمة الأفعال الصغيرة وقيمة الأفكار الصغيرة في حياتنا وطرح الأسئلة الصغيرة واكتشاف اللحظات أيضا الصغيرة وشو دور المكافآت الصغيرة في حياتنا وفي أداءنا وفي عملنا بالإضافة إلى إنه هنتناول إلى طريقة الكايزين وعلاقتها بالحياة على وجه العموم من حيث تحقيق الأهداف طويلة المدى وقصيرة المدى وبهيك نكون وصلنا للفقرة الأخيرة من هذه الحلقة لحلقة هذا اليوم حلقة الأولى مسلسلة أفكار طريقة الكايزين سنضر بمثال اللي هو نوضح فيه هذا المفهوم يعني لو حضرتك حبيت أو فكرت أنه أنت تبدأ برنامج رياض البرنامج رياض ممكن نفكر أحدنا أنه والله يروح على الجيم الجيم حيصالك الكثير من المال والوقت والجهود بالتالي حيكون هناك اللي هو حاجز نفسي يعيقك من تنفيذ هذه الفكرة أو حتى لو فكرت أنه أنت تعمل برنامج تمرين شاقة ممكن برضو أنه أنت تفشل في هذه الفكرة مجرد ليش؟ لأنه فكرت فيها هيكون هناك اللي هو طبعا هتخرجك من منطقة الراحة اللي أنت فيها عايش في عاداتك اليومية وبالتالي بصير عندك عزوف كبير حتى في ناس هناك كثير بدأوا هذه البرامج ثم انتهى المطاف بهم للفشل إحنا حابين أنه نطبق هذا معهم البرنامج بخطوة واحدة لي خطوة كايزن بسيطة أنه أنت تمشي لمدة دقيقة واحد يوميا وهذا حيكون هو الواجب العملي تبعنا في هذه الحلقة حنطلب منك أنه أنت تمشي لمدة دقيقة واحد يوميا فقط دقيقة واحدة لن تأخذ نقطك الكثير وبالتالي هي لن تأخذ يعني من تفكيرك الحيز الكبير هتقوم بتنفيذها بعد إغلاق هذا الفيديو مباشرة وبطلب منك أنه تعليق على أنه أنت نفذت هذه الفكرة إن شاء الله وأنا متأكد أنه أنت حطبقها وتستمر معنا في عملية اللي هو التشجيب والتطبيق للواجبات العملية المفيدة لنا اللي حتسان في تغيير اللي هو عاداتنا وحياتنا إلى الأفضل بشكل عام إن شاء الله وحنكون معكم في كل الحلقات بواجبات عملية جديدة إن شاء الله طبعا حننتظر منكم الاشتراك ولا تنسونا مصالح دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته